كنت الرجل الوديع الجري في قطاع التحكيم أنا كنت قبل الوديع وفي فترة وديع وبعد وديع ومش نقود بما قلتك مدامني موجود ومدامني نفكر ونشوف وصيبعي يتحرك رعني موجود أنا عندي رسيد متاع خبرة تقولي كنت كنت وقت وديع شنو الاستفادة معناه ليانا وليش كون الاستفادة شنو معناه كنت كنت تخدم معتك في قطاع التحكيم لا أخدمت مش أنا بارك عدت فيما صحفيين وفيما الناس عايت لهم التعاون مع الفيديراسيون أنا واحد من تقريبا نجي عشرين كنت رئيس لجنة المنسقين العالميين بيان سور وعليش ما عادش من بعض في الفين في جوان واحد وعشرين بنصيحة من صديق محامي هو قال لي سيب عليك ويزي وخدمته وخطله عليك قال لي سيب عليك ويش له سبب لا لا ما حد سبب قال لي سي مش وديع تخلع عليك لا 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 مش صحيح عايش ما شفناكش اليوم واقف معه وديع الجري ناك معه فيش في كتاباتك مثلا شو معناه كيفش فانه يمر بمحنة اليوم في السجن شفناك بعيد كأنه ما يهمكش الموضوع عرغم اللي يفضله كبير عليك لا ما عندوش فضل عليك ما عندوش فضل لا لا عندو حتى فضل ما خدمش بنتك فضل بتا بنتي كما عشرات اللي يخدموا بشهد متاح المطلب هذا فضل من وديع الجري لا لا مش فضل اولا بنتي دخل تشتغل وعملت المطلب واللي يصح لها في المطلب هو رئيس الرابطة متاع تونس سيد جلال البشيني وكما دخلوا ابناء صحفيين كما صحفيين يدخلوا ابناء ينسير كما زوجيات صحفيين اما هدوهم يدخلوا عبيد عندهم الشهيد وتوينسة عندهم الجنسية تونسية وعندهم الوعد وعملوا مطالب وقتها كانت الجامعة الحكاية تقريبا عندها من 2014 بصدفة معناها جيت ما هي صدفة ما هوش فضل من وديع لا ما هوش فضل ما هوش وديع قدك رئيس الرابطة جلال البشيني متاع تونس عملت مطلب ما يعمل حتى حاجة وقتها كان بأفن وديع ايه وديع عمليوم مزي وليتش نوع وليتدخل في البيانات وليتدخل في الستيق مش كم عظابتة انا حنا نعكي عظابتة اليوم ليه علش مش كيف كيف ممؤسة وطنية تعمل مطلب وانتي متخرج انا بنتي متخرجة وعملت مطلب وصنات بعد المطلب يجي عنهم علش ما تخدمش وعليش يدخلوا الاخرين علش يدخل بنتك انتي ولوختك ولا ولا أخوه معناها قدمت مطلب كالنس الكل عددتكم كل كينس الكل معتا انتي ما عندكش تدخلات ما عندك حد شي معنا خلسانة انا اذا عندي تدخل البنتي بيش دخل تخدم ارني عندي تدخل كل بنات والولاد ونساء وكل دخل ايه عندي الكل دخل كمانا انولي ايه اقوى من اللي يقولوا هم